اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا غيري اقدم مني او غيري بيتمرن بطريقة مختلفة او تغذيته مختلفة عني فاكيد هو قادر يشيل مثلا وزن اتل يبقى اذا لما باجي ادخل اشيل وزن اللي هو المتوسط اللي بيامل لود على العضلة من غير ما اجهد العضلة بتاعتي من غير ما اعمل صدمة للعضلة فتلاقي نفسي وتعرض لاصوبة تمام؟ بالنسبة للبنات لما تيجي تدخلي لو بقالك فترة ما بتتمرنيش ابتدي يخشي على ايه؟ على الكارديو او على اجهزة الفتنس اجهزة الفتنس بالنسبة لك هتحرك المسلز شوية ده اول فترة اللي هي من اسبوعين لشهر طيب بعد كده بدخل على الماشين البسيطة اوي اللي هي فيها اوزان بلطات ما بلعبش فريويت ما بلعبش حر فالاجهزة البسيطة بالنسبة لي بتحرك بس العضلات بوزن خفيف فبتتدي تهيئ جسمي عدى اسبوع اتنين بتتدي احس ان انا اقدر اشيل اكتر ببتدي اتقل ستيب باي ستيب او خطوة بخطوة برضو ببتدي ان انا ازود الوزن بتاعي طيب الشباب ايه اللي بيحصل لنا لما بخش واحد بيلعب مثلا بار فليت او بيلعب سكواتس فروح داخل معاه يلا يا كوتش يلا هنشيل الاربعين واربعين هنشيل مية ومية فهوب ارفع الا ايه نفسي مش قادر بعفر اروح نازل اطلع لا ما طلعتش ما طلعتش ليه عشان اتمزقت ببساطة جسمي مش مهيأ او مش جاهز افهم كويس قوي انا اقدر اشيل قد ايه او الليمتس بتاعتي ايه دايما فيه مثلا بيقولك break your limits اكسر حدودك بس ما تكسرش نفسك يعني اما تكسر حدودك في التمرين يبتدي ان انا بشيل مثلا احنا بنتكلم على السكواتس بس بشيل عشرة كيلو وعشرة كيلو فهنا بنزل بالبر للسكواتس لا انا بتجيب بي من عشرة وخمسة عدة مرتاح قوي لا انا هزود اجيب بي عشرين ازود وزن تاني اشيل خمسة وعشرين كيلو اوكي طيب حسيت ان انا بخمسة وعشرين كيلو مش هجيب غير سبع عدات حلوين اوي يبقى انا كده ده كسرت حدودي بوزن جديد طب استنى الاسبوع اللي بعده واكسر حاجة بسيطة واسبوع بعده وهكذا هتلاقي نفسك يعني توتل وصلت للوزن اللي انت كنت عايز تشيله او اللي شفت غيرك شايله فكان عندك طموح ليه بالنسبة للبنات انا بدخل بلاقي بنت موديل وشيك قوي وحلوة قوي وبتشيله بتلعب سكواتس وبتلعب ضمة وبتشتغل باوزن وبتلعب حر انا مزيها يبقى مخشش اقل ليد غيري لأ انا اخش العب فتنس كتير نفسي يطول احس ان انا قادر اشيل الاوزن وقدر اتعامل ابتدي لأ انا هلعب برضو لسكواتس بس هلعب بالبار فاضي مثلا في الاول طيب البار ده هتحط 2.5 و 2.5 وهكذا وبتدي اعمل تكرار كتير فحس ان المسلز بتاعتي شغالة كويس قوي ابتدي ان انا عديت فترة الوجع بتاع العضلات والاحتقان العضل اللي بيحصل لي لما بخش الجم وبتدي وتكسير والكلام ده كله وجسمي بقى كويس يبقى هتقل شوية يبقى بالنسبة شباب بنات انا لازم اخدها واحدة واحدة لازم اعود جسمي ان انا بحمل عليه بس بعوده على الاحمال دي مش فجأة جسمي يخش يشيل وزني تقل جدا حب اتصاب منزلش الجم تاني كرهت الجم وده بيحصل كتير قوي واغلب الناس عندها اصابات او زمان الفكر القديم كيات الناس بتخش تشيل اوزان على بطول فتلاقي الناس كلها عندها اصابات واصابات مزمنة يعني اصابات معاها طول العمر فده اول خطوة او اول غلطة معلش بنقع فيها لما نخش الجم طيب تاني غلطة بتقابلنا ايه بقى الاحماء النهاردة انا داخل الجم عايز اتمر يلا انا اكلت الوجبة بتاعتي من ساعتين وداخل يلا يا جماعة يلا معايا اصحابي هنتمرد طب هنتمرد على طول يعني اخش اشيل البار كده وهلعب اكيد لا يبقى ايزا لازم اسخن طب هسخن ايه هفك كده في كده وخش اسخن برضو لا غلط لازم تفهم ان جسمك ده عامل زي كوباية الماء السعى ماينفعش تروح الكوباية دي سقعة مشبارة كده اروح مفضل الماء منها وحط فيها ماء بتغي اتشارخت هو ده بالزبط اللي هيحصل لك انت جسمك العضلات اللي عضلات فيها هتلعب بنش او شاست عضلات البنش انت العضل مافعش ضخ دم ضخ الدم بسيط رح تداخل شايل وزن مرة واحدة برضو هتتمزق لان انت عرضتها حتى لو وزن مش تقيه لو وزن متوسط انت فجأة ضخطت الدم او وجهت الدم للعضلة دي فانت بتعرضها لاصابة خطيرة طب ايو انا لازم دايما بقى safe zone او في منطقة الامان اللي هي ازاي اللي هو قبل ما اتمرن بدور على العضلة اللي انا هلعبها العضلة الاسية بتاعتي وسخنها كويس قوي احس ان انا العضلة بوزن خفيف جدا ده تسخين وفي حاجة تانية ليه الاحماق او الاطالات الاطالات ان انا ابتدي استريتش العضلة اشدها بالبلدي بيقولك امطها انا عايز اشد العضلة كده خليها لينة معايا فابتدي ان انا وانا شغال احس ان انا انا مرن جدا انا بخش على التمرين مش حاسس بالوزن لو انت مش معامل احماء ولا مسخن هتخش على التمرين تشيل الوزن تحس انه تسقيل قوي وتحس ان مفاصلك هي اللي بتوجعك لان مفاصلك هي اللي هتشيل مش رو عضلة طيب يعني اعمل احماء ده قد ايه انا هضيع التمرينة كلها تسخين لا بخش لو هي التمرينة صغيرة نص ساعة ساعة لربع عضلات صغيرة كتف بايوتراي هسخن شوية كارديو بطن يبقى بعمل احماء بسيط قوي خمس دقايق بفك اضخ الدم في المفاصل بتاعتي بابتدي اعمل اطاراتي بابتدي اسخن بوزنة خفيف واخش طيب لو انا هلعب عضلة كبيرة عندي مثلا عضلتين مع بعض والناس طبعا اللي بتلعب جيمة فهمها الكلام ده لا لازم اخش ابتدي مثلا هطلع التريدمي الخمس ده اجري اخلي الدورات ده ما هي تشتمل كويس لكي ده اخش على عضلة البنج اسخنها كويس لكي ده اخش على الكتفة سخنه لكي اسخن ظهري وعمل اطارات بخدلي من 10 ل 20 دقيقة تسخين متوسط بتاعي اللي هو 15 دقيقة يبقى جسمي تمام وسخن جدا ابتدي التمرين بتاعي اوه هتبتدي التمرين بدون احماء وبدون اطارات هتبتدي تمرينك بدون احماء وبدون اطارات انت عرضت جسمك البلاوي عرضت المفاصل بتاعتك ان هي يحصل فيها خشونة بسرعة عرضت العضلات ان هي يحصل فيها تمزق عرضت الاوتار ان يحصل فيها لقدراتها هاتك او اللي هو قطر يبقى انا اذا بتجنب الاصابات اللي احنا هنتكلم عليها بالاحماء بتاعي وبالتسخين وبالاطارات اللي ببتدي فيها دي تاني غلطة كل الشباب تقريبا البنات بيقعوا فيها تمام طيب تالت نقطة والمهمة قوي حتة البالانس بيجي لي لعب يقول لي كوتش انا دراهي اليمين من زي الشمال انا عندي جنب غير جنب الترباس غير الترباس انا شكلي غريب هو انت متعود انت راجل اشوال مثلا بتكتب ايدك الشمال فهو انت بتكتب دي شغلة تغش الجن بتعمل نفس الحركة تيجي تشيل الوزن فانا شايل الوزن كده ازق الاقي نفسي بزق بدا اكتر او ده بيزبق ده ده مش قادر ده يتفرد وده ما يتفردش مثلا في زاوية وبيزداد في الاوزان الحرة او في التمارين اللي هي الحرة الفريويتس طب انا بعمل كده ليه انا اللي عملت في نفسي كده او انا اللي خليت جسمي يطلع جنب مختلف عن جنب حتى لو بملي لازم اعمل بالانس لازم اعمل توازن لازم انا عندي الدراع ده قوي مثلا والدراع ده ما بستخدموش فطبيعي جدا ان كلنا بنستخدم نص غير نص لعيب الكرة بتتلاقيه متعود اشوال لتتلاقي رجله الشمال غير اليمين طيب يبقى بنعالج ده في الجم دايما بايه بان احنا بنخش الجم اي جهاز او اي زاوية بلعب عليها الزاوية دي بستخدم فيها جنبين الرجلين مع بعض في اللي جالس في اللي جالس الدراعين في الشست في التجميع بتاع الزامبل في الكتف في اي زاوية بستخدم فيها الدراعين لازم اعمل بالانس اعمل توازن لو انا الدراع ده قادر يشيل قوي ابطق بيه اخليها تراخل تراجع شوية واروح بقى عفر بالتاني اكتر اسبوع هلاقي في فرق التاني التالت شهر هلاقي الدراعين بقوا زي بعض هلاقي نفسي ان انا ايمن زي اشور انا بمسك الوزن هنا بيترفع معي بالسهولة ليل ان انت حاودت الجزء اليمين من جسمك او الجزء الضعيف عمتا من جسمك بيشتغل لو انا ايمن جزء الشمال عندي ضعيف شوية عاودته انه يبقى متوازن مع جزء جسم اليمين ونفس الكلام لو انا اشوال بعود نصف اليمين ويبقى متوازن مع نصف الشمال يريد ان نعمل بالانس ما بين جسمينا و احنا بنتمرن ما تخشش وخلاص ما تخشش من غير ما تفكر طيب رابع نقطة مهمة قوي 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 لازم تركزوا فيها انت لما بتخش تتمرن بتفكر في ايه لو بخش اتمرن بحط هيت فون ساعات وابتدي اسمع اغاني بخش اتمرن ساعات ببقى بتكلم مع صاحبي طيب وانا برفع الوزن بفكر في ايه بقى فيه ناس كتير بتبقى بترفع الوزن وسرحانة بتفرج طاقة بيقولك انا جاي افك كده طلع باور طيب انت منشلقي نتيجة بقى لك فترة بتتمرن وحاس ان انت سابت مفيش نتيجة لسببين اول سبب ممكن عشان انت تمينك سابتة او اوزنك سابتة فانت خلاص انت مثبت جسمك او بتتمرن بروتين سابت طيب التاني سبب بقى حطة التركيز النهاردة انا المخ عندي بدي اشارات للعضلة ان هو يشغلها هشغل عضلة بتاعتي ازاي انا بلعب دلوقتي بايو تروي فشغل مسك الوزن وشغل بلعب تبادله لهو وقعد شغل فانا شغل مركز مع مشاهدين وصرحان ايديا شغلة وانا صرحان مش حاسس انا بعمل ايه طب ارجع تاني لا انا محسسش بالمجموعة دي امسك الوزن والعب ابتدي ان انا ايه امركز في دراعي هنا ومركز في دراعي هنا فابتدي ان انا احس بالعضلة قوي طب انا شايل وزن خفيف وحاسس بيها اكتر من المجموعة اللي فات اللي كنت شايل فيها وزن تقيل عشان انا مكنش مركز مع العضلة يبقى دايما ركز انت وانت بتلعب في العضلة لازم اتجاهك كله او تركيزك كله ان انا بضخ الدم فين انت الوزن هيخلي الدم يتضخ العضلة واظبن عنك اوه بس مش هتضخ بصورة كاملة المخ هو اللي هيخليه تضخ بصورة 100% يعني انا مبارفع الوزن لو انا مش مدي تركيزي للعضلة اللي بلعبها ضخ الدم هيروح بنسبة مثلا 60% طب عايز اوصله 100% لازم ابقى انا تركيزي كله ان انا عايز اكونترول العضلة انا عايز اتحكم فيه عايز اعمل لها انكباط وعا كده افكها انكباط وافكها بلعب بطن بلعب كارديو بجري لو انا بجري وسرحان اه عضلاتي هتشتغل بس لو بجري وعايز اتنشي عضلاتي كلها واشدها كده يبقى فيها كرامبات هشدها لو انا بلعب بارف ليت شست وعايز احس بالشست قوي لعب البارف واضي بس ركز قوي في الشست اطلع وفوكس كده ادي تركيزك كله جوه العضلة وينزل بالراحة واشتغل اللي هو بيقولك اداء سلو موشن او الزاوية السلبية الاداء ده او التغيئة دي هتخليك دايما تحس ان فيه جديدة تخليك دايما خارج من التمرين مبسوط حيث انت استفدت لكن لو انا مش مركز ودايما التمرينة بتاعتي بروح وانا سرحان بتكلم مع حد عمرو هستفيد بالتمرينة طيب احنا كده اتكلمنا عن حبة اخطاء بنقع فيها بنختصر شوية عشان خاطر منعقتش الامور عليك وعايزين موضوعي بأسار عايزينكم لو فيه اخطاء كتير بتقابلكوا تبعتولنا على رقم تليفون انا عايزكم تتابعوا معي على البيج تبعتولي لو فيه اخطاء بتقابلكوا هنخش بقى على اصابات واصابات دي نقطة كبيرة قوي وهنتكلم فيها كتير قدام الاصابات بحاجات كتير قوي اصابات مفاصل اصابات فقرات اصابات اربطة اصابات عضلات طيب احنا نكلم عنه انه احنا ناخد لفة كده سريعة جنرال نفهم كده الاصابات مشية ازاي معانا الاصابات اول حاجة نخش في المفاصل المفاصل دي المنشأ اللي هو ما بين هو هنا في عضم وفي هنا عضم الوصلة اللي ما بينهم في غضروف تمام هو دي المفاصل ده المفاصل المفاصل هنا ده اللي خليه تعرض لاصابة اننا ببساطة جديدة قلنا سبب من الاسباب وحنا بنتكلم ان انا دخلت وانا جسمي برد قوي روح ترافع الوزن وخلاص او شاي الوزن تقيل جدا على جسمي فالمفاصل مقدرش يستحمل طيب حاجة تانية ان انا بركز في المفاصل مش بركز في العضلة ودي شبه اللي احنا استخدناها من شوية يعني انا بزق الوزن بدل ما زقه بكتفي لو انا بلعب كتف لا انا بزقه خلاص بزقه بالمفاصل فتلاقي الوزن محمي على المفاصل طيب انا تاني ادراعي قوي فالمفصل عمال احمل عليه حاجة تانية مثلا في الكوع بفرد كوي للاخر بعمل حاجة اسمها full extension اللي هي فردة كاملة فهنا بفرد دايما مفصل للاخر انا بقفل عظمتين على بعض العظمتين دول رايح صار ايه لما بقفل على بعض بقلل حاجة اسمها المادة الزلالية اللي هي ما بين المفاصل لما بقللها او باستهلك فيها انا عمال اهلك فيها كأنك ماسك دي الغدرافين هم بيتحركوا معايا كده انا بدل ما انا بحركهم كده حركة بسيطة جدا لأ انا عمال ادوس 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 فالمادة اللي هنا في النص عمال اتقل عمال اتستهلك بيسمي مش قادر يعوض انا كل يوم بنزل الجيم عمال اهلك فيها فبتيت قل تروح للدكتور يقول لك يا باشا انت عندك خشونة ما تنزلش الجيم تاني دكتور تاني يقول لك بص انزل بس اتمرن خفيف الدكتور تا يقول لك لا لا تعال بقى انا هعمل لك تأهيل انت دخلت نفسك في قصة كبيرة قوي بسبب ان انت ما عندكش فكرة او منتريتي لازاي اتعامل مع الوزن او ازاي اتحرك في الجيم وشيل الاوزان بتاعتي ازاي طيب ده بالنسبة للمفاصل اجي بقى تاني اخش على ايه اصابات الاوطار الاوطار دي هي بقى اللي بتربط المفصل بالمفصل يعني انا هنا فيه وطر هنا فيه وطر فكل مكان مفصل فيه اوطار طيب الاوطار دي ببساطة عبارة عن اساتك اساتك دي انت لو جبت اساتك شده كده شوية يتمط معك شده جامد شده جامد قوي هيتقطع حلو طيب انت بتتمرن فدخلت التمرين ما عملتش اي اطالوات ولا اي حاجة او يا باش باب بلاش الجيم نزلت لعب كورة ما عملتش اطالوات ما عملش اي حاجة روحت داخلي جاري على طول من غير ما مسخم برضو نفس الغضاء اللي بنتكلم فيه او بنرجع له تاني وانا باتمرن روحت تاني رجلي قوي لا مش تاني رجلي بس ده انا شايل وزنة اي على ظهري عشان بلعب سكوات وروح تنازل بسرعة وروح تطالع ما طلعتش روح تواقع ايه اللي حصل الجالي رباط صريبي ونتز سهولا لي عشان القستك اللي عندي اللي هو الروباط بدل ما انا اسخنه وخليه مرن كده معايا وشده تمام انت لو جبت قستك حطيته في الفريزر وطلعته وشدته هيتقطع ولو جبت نفس القستك قعدت تمط فيك هتحركه كتير سخن هتلاقيه مرن معاك جدا طيب انت عملت ايه انت خليته اتقطع ليه لان حضرتك وانت شايل الوزن ما كنتش مسخن ما كنتش محضر روحت داخل رفع الوزن مرة واحدة نزلت للاخر قوي حملت على روباط تشد بلس ان هو شايل وزن اصلا اللي حضرتك شايله على ظهرك رح اتقطع منك فالروباط او الاربطة عن متلا في الجسم والاوطار من الحاجات اللي احنا لازم نفهم نتعامل معها ازاي من الحاجات اللي سهل تتصاب بسرعة فيه اصابات خفيفة زي التهابات بيجيلوا التهاب في الاوطار يعني بي او في الاربطة بتاعته في الاوطار يعني بيحمل كتير فجسمه بينزله بيبتدي يمقى فيه التهاب لازم يهدي التمرين لازم ما يحرقش المكان او المفصل اللي فيه الوطر يبتدي يحط له تلج كتير تلج مش موية دافية عشان الناس تبقى فهمها دايما منطقة المفاصل والاوطار لما بيحصل فيها التهابات او اصابة بنلحقها بتلج عشان التلج بيخفف الورم اللي بيحصل او ضخ الدم اللي بيحصل نتيجة مثلا قطع الوطر لقدر الله او قطع الروبوت تمام فلازم نلحقها بتلج ونتابع الحلقة اول باول ياريت او يفضل لو حست انها ورمت شوية اي مكان اي رباط في جسمك اي مكان اي مفصل يتصاب معاك على طول حط تلج واجري على ايه عالدكتور ما عودش قفتي ما عودش استنى حد في الجيم يقولي لا 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 ادهن حاجة وريح لا اروح لدكتور واتطمن ده رقم واحد حاجة بسيطة حاسين ان هو التهاب بس وانت بتتمرن كده بيوجعك تنقح عليك شوية لا خلاص يبقى انا ممكن احط تلج وريح يوم التاني زي ما هي هروح لدكتور برضو تمام مش عايزين نستهين خالص او يعني نقلل من شأن الاصابة بالذات في الجيم بتجري على مشاية انت بتجري على ارض صلبة معرض لاصابة داخل مش مركز وسرحان او داخل مستعجل وراك مشوار فاتمرنت بسرعة فحسب بقلم بعد التمرين ما تستهونش دي حاجة كبيرة بس انت مش حاسة عشان انت جسمك سخن بتساعد حد فاتلويت رجلك اتلويت ظهرك التنى كل دي ركز فيها ما تركزش اوبر تبقى اصابة خفيفة قوي تكبر من شأنها فيتضحك عليك ولا تقلل من شأنها قوي فالموضوع يكبر معاك لا اتابع وابقى فاهم ايه الحاجة اللي انا بتعرض لها طيب فيه من الاصابات تانية اصابات الفقرات الفقرات من الاصابات الصعبة قوي واللي يعني تأهلها او علاجها معانا صعب ليه لان الفقرة الروبوت بتعمله عملية ويتغير اللي الاتهاب بنريح ونعالجه الخشونة بناخد لها علاج برضو بنتعامل معاها او بنسيس الجسم شوية وبنتعامل معاها بمرونة عشان نعرف نتعامل لكن الفقرات ما تتغيرش يعني اصابتها كبيرة طب اتجنبها ازاي طب ايه يا كوتش ايه الاصابات ايه الفقرات دي انت خوفتني اقولك انا بقى الفقرات دي الفقرات دهرك كلها اللي هي السلسلة بتاعت العمود الفقري معاك من اول فقرات اللي انا اقوية الرقبة نص الضهر او نص الضهر هوات فقرات ايه القطنية طيب بيحصل قلم دايما في الفقرات وانطنش وفي حركة اسوأ بنعملها ان انا مثلا الاقي دي رقبتي تعباني في روح مترقعها ضهري وجاني شوية اروح مترقعه اسوأ حاجة واجور حاجة بتعملها غلط بتدمر بيها الفقرات ليه؟ احنا اتفقنا ان المفاصل عاملة كده نفس الكلام الفقرات بتاعتنا عبارة عن حاجات متركبة تحت بعضها في مادة ما بينها ببعض ويالية هي سلسلة شفت السلسلة اما بتحركها كده هي اللي بتحرك ده يتفرد والتاني ويحرك من شمال موضوع سهل انا الفقرات دي هتسب بقلم فيها روح تمترقعها هي قلم دوت مثلا فقرة متحركة جزء من ملي او او مزنوقة سنة المادة الزهولية قليلة فمزنوقة سنة فقرة تحتها مضغوطة فحضرتك بدل ما تحاول تريحها او تفردها عشان هي مضغوطة او بالعكس لو هي متحركة مكانها سنة صغيرة هبتدي ان انا افرد ضهري اخد وضع يريح ضهري لا انا رحت لممها بسرعة مترقعها عملت ايه عملت تأكل فيها ترقعها في التانية في التالتة التأكل زاد رجعنا للخط للنقطة الاولية بتاعتنا ان انا بواست الدنيا فقراتي بواست مش هنزل جم تانية او مش هلعب رياضة تانية طيب اعمل ايه مع الفقرة عشان الاول ما تصبش ولو تصبت اتعمل ازاي عشان ما تصبش دايما انا قبل ما اتمرن بقولنا بنوضع الاطالات ده اساسي طيب خلصت اطالاتي اغلب الزوايا الظهري بشتغل فيها يعني هتلعب رجل ضهرك هشتغل هتلعب مفصلة كده كده كلها تشتغل هتلعب بنش ضهرك هشتغل هتلعب كتف ضهرك هشتغل ضهرك دايما مفروض ودايما مستقيم وانت بتتمرن يبقى هتعامل معاه ازاي المات على الارض فيه ارض يو بتبقى مجهزة في الجمات او نجيلة بفرد ظهري تماما وابتدي احط ايضايا ورا ظهري وابتدي اخد الوضع اللي هو بتاع الظهري اللي هو عامل زي وضع السيف ابتدي احط ايضايا ورا ظهري وازق بفرد ظهري ده اساسي قبل التمرين حتى وانت واقف تعمله وانت واقف بتدي ان انت تخلي فقرات ظهرك مرنة معاك قوي احتياطي بلعب بنش اي تمرينة بتزق فيها ايه وعدتني ظهرك يعني انت ظهرك ثابت بس الظهرك ثابت عامل كده اهو ظهرك ده ايه مفروض نهذا ظهرك ده تانى كده انت خليت الفقرات بتتضغط كده دست عليها لتحت لا انا مش عايز اعمل كده يبقى انا هعمل ايه يبقى انا همسك الفقرات بتاعتي وانا شغل هي مفروضة كده اخليها مفروضة كده الوزن تقل انا اتزله الوزن مش قادر ارميه على الارض لكن ظهري عمره ماتني عمره انا شغل وزن ما اعمل كده عمره انا بزوء ما اعمل كده عملت كده تانيت رقابتك تانيت فقرات ظهرك انت ضغطتها لتحت ضغطتها لتحت عرضتها لأصابة يبقى انت كده فهمت ايه بفهمت انت ازاي بتتعامل مع فقرات ظهرك او ازاي بتوجيها طيب ما قدر الله كده انا حملت عليها حاجة بسيطة فالفقرات راح تتضغطت مني او حسب قلم فيها جسم سخن عادي كملت التميينة روحت نمت قمت لقيت نفسي مش قادر يحرك رقابتي او اه ضهري مش قادر يتحرك طيب اعمل ايه على طول على طول ابتدي اشوف حاجة تفرد الظهر المراهم اللي هي بتسخن شوية الظهر زي الموف او الفولتارين من حاجات اللي هي مسكينة وفي نفس الوقت بترفع درجة الحرارة شوية ليه عشان تسكين لي الوجع هي مش هتعلجه مش هتلغي هي هتسكينه وادور على ارض مستخينة وانم عليها واشوف مخدة حاجة صغيرة ارفع بيها فقرات ضهري عشان اخلي ضهري يبقى عامل كده واخد الاستقامة بتاعته وابتدي ان انا ارتاح بعدها اول ما قدر اتحرك اروح للدكتور على طول الدكتور يكتب لك على علاج حاجة تقلل لك القلم شوية هيكتب لك على علاج حاجة لو هو يعني الاصابة بسيطة قوية حاجة هتقلل الالتهابات اللي يانبين فقرات الاصابة كبيرة يبقى هنخش في تأهيل وهنخش في كوستة صعبة شوية تمام طيب دي الاصابات احنا نكلمنا عليها بصورة سريعة جدا هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكو الحلقة ونكمل مشوار الجيم ونرجع نالكو تاني نتكلم عن الجيم ونتكلم عن اهميته بيقصر عينا ازاي ويفرق معانا في ايه النهاردة ناس كتير يعني الجيم بقى موضة بس يعني بتنزلوا خلاص بينزلوا من جل سبب هل دا حقيه؟ كد لا نهاردة انا بنزل الجيم عشان الجيم بيفرق معايا انا بنزل الجيم عشان بيأثر علي الجيم خليني اختلفت خليني كنت شخص وبقت شخص تاني هل هو فعلا كده؟ اه خليني بتتعامل بطريقة بيتتعامل بطريقة تانية خالص طيب ازاي الجيم بيقصر علي الجيم النهاردة انا كنت حد تخين قوي اه او كبنت كانت اه اه اوبر في دويت ما كيتش واثقة في نفسها شاب كان بيلبس لبس واسع انا عايز يداري اه حاجات من جسمه او اجزاء من جسمه مدايقات فكان بينزل بيتحرك بس نزل الجيم قاعد فترة بقى اللبس يفت عليه كده شكله ضريف البنت نزلت فترة بقت لأ بتلبس درسات بدل ما كانت بتلبس حاجة واسعة وخلاص بتلبس اللي نفسها فيه اه ابتدى ان احنا حياتنا تغيرت طب ليه؟ عشان الجيم خليني نصك في نفسنا اكتر خلنا نعرف نتحرك اكتر خلنا نعرف نلبس اكتر يبقى الجيم يفرق معنا تماما الجيم هو بيغير لي حياتي كلها تمام؟ طيب اللي انا عايز اكلمك فيه او اللي عايز ارساله لكم ان لو انت بتنزلش الجيم فانت بتخسر كتير العب رياضة اه حرق جسمك اوكي بس الجيم مش هيسيب حتة في جسمك مش هيمسكها انا لو بلعب تكديف فانا ادريعي وكتفي شغالين بس الجيم هيخلي بنجي وبطني ووستي ورجلي كله يبقى تماما انا لو بلعب سباحة حلو جسمي يبقى كويس بس الجيم هيزبط حاجات تانية بإذن الجيم مستو بالنسبة لي في ايه؟ ان انا مش هيسيب حتة في جسمي مش همرنها مش غاية يعني مفيش حتة عندي مش تتغير فبالتالي بقى هو بيكمل او يعني حاجة مكملة لكل الرياضات التانية يبقى انا ما بلعبش رياضة فانا لازم انزل جيم طيب انا بلعب رياضة بس بقوله خلاص انا بنزل اهو بلعب سباحة وبتحرك والدنيا تمام طيب عايزين انزل الجيم ليه؟ لأ انا عايزك تضبط جسمك انا عايزك تلبس نفسك فيه انا عايزك تبقى انت في فريق السباحة اقوى واحد انا عايزك وانت في تلعب تنس تبقى احسن جسمي تبقى اكتر لياقة يبقى اذا الجيم بيكمل كل الرياضات الجيم بيكمل حياتنا بحقيقة طيب الناس المريضة الناس اللي عندها مرض بيمنعها من الحركة الناس اللي عندها مرض بيخليها قدر الله زي الكنسر زي الروماطايد زي يعني حاجات كتير قوي بتفتكر ان انا خلاص انا تعبت انا هعد الامراض اللي هي الخطيرة او الامراض اللي هي بتعجزنا شوية احنا عايزين اقولكم ان الجيم هيخلينا مفيش حاجات تعجزن لو انا النهاردة مريض مثلا بروماطايد لو انا مريض بكنسر لو انا مريض فيه ناس عندها شلل اللي بتنزل للجيم فيه ناس عندها مشاكل زهنية فيه ناس عندها متلازمة دون بتنزل للجيم يبقى انا من مرض خفيف جدا لمرض صعب جدا انا لازم انزل للجيم بيعملير الجيم معايا اولا بيسحب الطاقة السلبية من جسمي كلها بيخلي جسمي لو انا مكتئب من القعدة انا هنزل هفك خالص جرب كده انزل ابزل مجود في اي حاجة خرج طاقة سلبية انزل للجيم سخن اعمل اي حاجة خش على كل الاجهزة كل حاجة بوزنة خفيف كده اسخن جسمي شوية اطلع على المشاجر شوية نقط الحبل شوية مش عارف عامل الكلام ده كله انا راجل مريض هنزل هتمشى على التريد ميل لمدة نص ساعة بلاش انا هنزل وضع الحاجة لها شوية وبعد كده ابتدي اعمل اطلاط وسخن وامشي مش هتمر انا تعبان مش قادر يوم في التاني في التالت هتلاقي نفسك بتنزل بعد شهر هتتمران عادي جدا الالم بتاع التمرين هيغطي الم المرض الالم بتاع التمرين هيخليك تعدي الم المرض الطاقة السلبية اللي التمرين بيسحبها من جسمك هيخليك دايما متفائل هيخليك دايما عندك امل في بكرة دايما عايز تكمل دايما مش فرقة معاك المرض يعني في حالات كتير قوي بتقابلني ان فرق ما بين حد مثلا مريض سكر مريض قلب مريض ضغط اذا امراض احنا قلنا امراض كتير قوي بتلاقيه قاعد في البيت او بيروح شغله وبيرجع هو مستسلم للمرض تماما وبين حد تاني عنده نفس المرض وبينزل تحس ان ده الاتنين تلاتين سنة ده عنده خمسين سنة وده عنده عشرين سنة بسبب الرياضة او بسبب الجيم يبقى انا لازم لما قبل ما نزل الجيم افهم انازل الجيم ليه انازل الجيم عشان الجيم هيخليني متفائل دايما الجيم لو انا عندي مشاكل في شغلي مشاكل في بيتي عندي مرض عندي ضغط لود علي مشاكل مادية مشاكل نفسية انا هنزل الجيم هيخليني ان انا عايز اتحرك وعايز افك الجيم ده وقت انت بتقطعه في اليوم لنفسك الوقت ده انت بتغديه عشان خاطر تفصيلي عن العالم كله انت ما بتنزلي كلاس الزومبا او كلاس الايروبيكس انت بتفرغي تقوى باور رهيب نفس الكلام انا ما بنزل باشي الوزن شوية وتنشن شوية الباور او هرمونيوت الزكور اللي عندي التستسترون بتاعي بيطلع كله في الجيم بطلع من الجيم رايق واحنا كشعب مصري الطبع وعصبي وتنشن بنحب ايه نطلع الكابت بتاعنا في اي حاجة فمقدم نشغل الجيم يعني بدل ما تمشي في الشارع تتخانق وتبقى مش طايق نفسك لا خشي طلع في الجيم فرغ شوية الطاقة كده وفك شوية وتطلع من الجيم عايز تهزر مع الناس كلها وعايز تضحك وفك ده بالنسبة للنقطة النفسية الناس المريضة يا جماعة ما تعدوش في البيت يا جماعة ما تستسلموش بلاش انا مش قادر بلاش انا هنزل الجيم ما عمل ايه ده بيأكلوا الحديد لا بالعكس انت بتنزل الجيم تطلع من قدم تاني الناس اللي عندها كانسر الناس دي بتتقلم قلم رهيب لما تنزل الجيم تبتلت تفرغ الباور ده في الجيم وتبتلت تتحرك انت بعد ثلاث شهور لست شهور هتبقى واحد تاني خالص اغلب الناس المريضة لو بتلعب رياضة وبالزيت جيم ما بتحسش اني بان عليها مرض بدل ما هالناس تقابلك في الشهر تقولك انت مالك انت تعبان انت بان عليك انت كبرت انت زعلان لا تلاقي الناس بتقابلك يقولك يا عم اللي الدك يدينا يا عم ايه العضلات دي يا عم انت خسيت يا عم انت زيت انت كنت رفايع انت كنت قد كده انا عايز الناس تقولي كده انا عايز الناس تحسدني بس مش عايز امشي مستسلم مش عايز امشي مستسلم ان انا مريض قلب وعندي كلسترول فتخين قوي فمش قادر اخس مش عايز استسلم خالص لحتة ان انا المرض خسسني لدرجة ان انا الناس مريضة القولون تعبت ومش قادر فما باكلش خالص ومش قادر انزل وبشوف ان الناس بتلصلي فبتدايق لا انا خسيت قوي انا هنزل الجيم وهلعب رياضة وهبتداكل وخطوة بخطوة هيعدي اسبوع صعب شوية اول شهر هلاقي نفسي بكمل هتعب في الاول اه بس هكمل هتلاقي نفسك بتتبصت قوي هتلاقي نفسك بتلبس اللي نفسك فيه هتلاقي نفسك ماشي في الشارع كلك ثقة يبقى قدامك واحد سليم بس ما بتمرنش وانت مريض وجامد جدا انت نزلة الدرس اللي كان قديم عندك والبنطلون اللي كنت خايفة تلبسيه بقيت واسقة في نفسك بتلبسيه وبتنزلي وبتتحركي وشايفة ان انت احلى واحدة في الدنيا لازم نلعب رياضة لازم نتمرن جيم ده بالنسبة للرياضة والنسبة للجيم واهميته بالنسبة لنا طيب هاخد فصل وارجعلكم واشاستطور عليكم احنا لكم تاني اعزائي مشاهدين عشان نكمل مشوار الجيم بتاعمل تخلنا الجيم وغلطنا شوية وحمد الله ما اتصبناش عيفنا هنعملي عشان ما نجلناش اصابات احنا لازم نتمرن احنا عدينا للجينرال ووزلنا احضرتك تلاتي على الميزان لقتي نفسك محتاجة تخسي 10 كيلو بعد شهر خستي 5 كيلو بعد كده الميزان وقف حضرتك كنت تطالع على الميزان عايز تتخن شايف ان انت رفاع شوية قلت الكوتش عماللي نظام ضايت جيت بعد شهر الكوتش انتخنت 4 كيلو ووقف عليهم طب هاسبوع كمان انا زي معنا طب ايه اللي حصل ايه اللي حصل خلى جسمي يقف مرة واحدة بالنسبة للتخسيس اغلب الناس بتقع في غلطة هي ان انا مباجي خسس دايما ببقى بهمل يا اما الشي تميل يا اما بقى في القوي على نفسي يا اما ببقى بستهبل طب احنا عايزين كده ولا عايزين كده يعني ايه يعني في حد ممكن يبقى عايز يخس فيبتدي يعمل ضايت فالضايت بتاعه يمشي اول يومين تاتا كويس يوحوكل حاجة نفسه فيها شوية يوحوكل كل يومين تاتا حاجة نفسه فيها بقى كده يبقى كل يوم بيأكل حاجة نفسه فيها فجسمه ابتدى مع الرياضة يخس شوية نزل شوية المياه اللي في الاول نزله تاتا 4 كيلو 5 كيلو فتمام بس الجسمه ثبت ويروح للكوتش يقوله انا مش عارف انا ثبت انا بعمل كل حاجة بتقولي عليها لا همتعملش كل حاجة دايما راجع نفسك اي تفصيلة صغيرة لو اخدت جرام سكر زيادة هيفرق معك يعني مش عايز ادخل في تفاصيل تغذية شوية عشان ديها حلقة لوحدها بس انت كل جرام سكر بيخلص ديها 5 جرام مية فلو انت بتتدلع شوية في حاجات بسيطة الحاجات دي بتبوز لك الدنيا لو انت شايف او حضرتك شايف ان انت ممكن تخذي سناك كده صغيرة دي مش بتبوز الضيط لا اهي بتبوز الدنيا طيب نفس الكلام في العكس انا قفلت وشنادي كامل كوتش بالزبط قفلت اكلي عمالة خس بخس كويس وفي حاجة سماشية ميل لازم في واجبة فري الواجبة فري دي بتخليني اخد نفس شوية بتخليني نفسيا قادر اكمل عايز اكمل انزل الجيم عايز اه لا انا هضغط على نفسي تاني واكمل انا كويس انا نزل خسيت 5 كيلو واكمل تاني فانا كلت حاجة نفسي فيها تشجعت بكرة اكملت ضايت تمام اه غلطة برضو حاجة يعني بقىتتلي كده على الفيسبوك على البيتج الناس سأيتني فيها يا كابتن انا انا خدت واجبة فري وفتحت معايا اليوم كله بفري وبواست الدنيا او قمت النهاردة جعانة كان نفسي كل اي حاجة فخربت الدنيا خلاص ما توقفيش يعني نفسيا ما قافش عنده هنا لا انا هعتبر ده الشيت ميل بتاعي وهتعامل معايا على الاساس ده انا ده الوجبة بتاعتي اللي انا يعني انا بواست من غير مقصد خلاص انا كده خدت شيت ميل والاسبوع الجاي مش هاخد شيت ميل هتكسر معايا الروتين هتخليني اعمل اكمل نفسيا شوية هتخلي جسمي يحصلكم بليكسي كده يتخض مش فاهم حاجة عشان ما بيعمل ايه تمام ده مهمة قوي بالنسبة للناس اللي بتخصص وميزانها بيقف ما بقش عارفة هي ميزانها بيقف ليه طيب الناس بقى اللي بتزيد ونفس الكلام هو هو الروتين بتاعك سابت حضرتك تماشي على ضايت بتاكل فيه مثلا خمس ست واجبات او بتاخد فتح شهية عشان تضبط الاكل عشان عايز تزيد شوية في الميزان تمام جسمك زاد ما بقاش وقف شوية لان حضرتك بقيت مش يعني مش عارف تكسر الروتين اكسر الروتين دايما غير معايد الوجبات غير اكسر الحواجز اللي انت بتعملها لجسمك هتلاقي جسمك بيتغير معاك في اسئلة كتير قوي وحاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها هنتكلم فيها لحلقات الجاية عايزكوا تتابعوني رقم تليفوني دايما مفتوح ليكو اي استفسارات البيجي بتاعتي معاكو عالشاشة هتبتدوا ان انتو في اسئلة في موضوع عايزين نفتاحها تبعتوها وهنتبه معاكو كل حلقة في موضوع جديد في بايو تروي